ترجمة نانسي قنقر أليكن تسع حقائق قد لا تعرفها أو معلومات قد تجهلها عن الرقم تسعة تسعة وخصائصه ومعناه ومميزاته في التاريخ والحضارات الماضية والديانات والرياضيات الحديثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهي إنه الرقم الوحيد الذي حين يتم ضربه في أي رقم أخر فلابد أن يكون مجموع الرقمين المكونين للناتج يساوي تسعة أي أن ضرب تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبعة وعشرون والناتج سبعة وعشرون يجمع باء سبعة زائد اثنان يساوي تسعة وكذلك تسعة ضرب تسعة يساوي واحد وثمانون واحد زائد ثمانية يساوي تسعة وهكذا هو الحال مع باقية الأرقام عند ضربها باء تسعة رقم ديني نجد في الحضارات القديمة أن رقم تسعة يرمز إلى القداسة وكذلك الرقم ثلاثة الذي يعد هو مضاعفه وأيضا الرقم ثمانية عشر الذي هو مضاعف التسعة وبالنسبة للأديان السماوية فنجد الإسلام رقم تسعة بالنسبة للمسلمين يمثل لهم يوم الحج حيث أن الحج في الإسلام يكون باليوم التاسع من ذي الحجة وحين تحدث القرآن عن آيات موسى ليه السلام وعددها وردت تسع آيات بينات والغزوات التي شارك بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه يبلغ عددها تسعة غزوات المسيحية في المسيحية يرمز الرقم ثلاثة إلى الكمال الإلهي وهو الرقم الوحيد الذي يقبل التسعة القسمة عليه وكذلك وفقا لتفسير سفر الخروج فإن الرقم تسعة يرمز إلى نهاية عمل الإنسان وخاتمته كونه آخر الأرقام الفردية في التسلسل آيات الفراعنة أفقا للأسطورة الفرعونية أوزي ريس فإن عدد الأولهة الذين حضروا إلى مجمع مدينة الشمس آن كان عددهم تسعة أولهة ستة الميثولوجيا اليونانية ذكر الرقم تسعة أكثر من مرة بأساطير اليونان القديمة فأفعل هيدرا كانت تتميز بتسعة رؤوس بأسطورة أخرى فأن مينوس حاكم كريت قد لاحق بريتو مارتيس تسعة أشهر ليعبر لها عن حبه وأسطورة مينوس أيضا ورد بها أنه مكثى تسع سنوات يتلقى التعاليم من زوس كبير الأولهة سبع تراث الصيني الرقم تسعة هو أكثر الأرقام المحببة بالنسبة للصينيين وذكرها بحسب اعتقادهم يبشر بطول العمر وكانت تؤدي تحية للامبراطور بلنحاء تسع حناءات ونجد تراث الصينية يشير إلى وجود تسعة أولهة وأن أقدم وأول من حكموا الأرض كانوا تسعة حكام ثمانية حضارات أمريكا الجنوبية الحضارات التي قامت بقديمة بدول أمريكا اللاتينية تأثرت أيضا بالرقم تسعة فكان الاعتقاد الشائع لدى المكسيكيين أن السماوات عددها تسعة ويؤمنون بأن النفس البشرية أمامها تسع مراحل بالحياة إن اجتازتهم يتحقق لها الخلود وكان أصحاب بعض الاعتقادات الدينية يرون في الرقم تسعة عددا مقدسا يشير إلى الإله القمر تسعة ضربه في تسلسل الأرقام عند ضرب تسلسل الأرقام الطبيعي واحد اثنان ثلاثة في الرقم تسعة فإن الناتج يتكون من رقم متغير وباقيته من رقم ثمانية وعدد أرقام ثمانية المتكررة يساوي قيمة الرقم المتغير بمعنى تسعمائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ضرب تسع يساوي ثمانية مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون الناتج يضم رقم 9 ورقم 8 تكرر بجانبه 9 مرات وإذا حذفنا رقمين من التسلسل فيصبح 9.876.543 ضرب 9 يساوي 8.888.887 وهكذا في كل مرة سنجد رقم 8 يتكرر بنفس عدد الرقم المتغير